دي من كتر ما هي جميلة وأمر جات في يوم طمعت تبقى أحلى بمناسبة بقى مديتكلم عن التجميل والتشويق وكذا وما كنتش محتاجة أنا شفت مرة كده همسة يعني ملكيش لقاءات كتير فجزء كده من لقاء مش محتاجة خالص مين اللي حط في بالك تروحي تعملي منخيرك ولا تعملي مين يعني إيه اللي خلاكي تقومي صبح تقولي أنا حلوة فعايزة بقى حلوة شوية لا 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 والله ما دخلتش لشأنه أنا حلوة فعايزة بقى أحلى لا أولا أول حادثة لايه في التجميل كانت بعد عباس لا بيض كانت كنت خسيت جدا جدا فوشي خس معا أن الوش الروفية في الكاميرا أحلى بس أنا كنت وقتها الكونسبت التاني أنا عايزة أعملي خدود يعني فخدودي راحت طب في خدودي رحت حق نفاتس فحصل تلوث ده دي كانت أول حاجة فالتلوث ده كان لازم يخرج برا الجسم فدي أول حادثة ما كانش فيها حاجة خالص التانية بقى أنا دخلت لغنى وأنا عاملة عملية تجميل مع دكتور شاطر كيت في مناخير كان هو غاوي نيكول كيدمان الممثلة فكان أعمل لي الرفعة الرومانية دي فرفعة الرومانية دي كان في البروفايل بتبن قوي كده فأنا دخلة بس عشان أشيلها بس ده بعد عشر سنين بقى كل شوية أقول حتنزل حتى حتى تضمر ما خليش تضمر فقلت بقى عملها بقى ودي حاجة تفها يعني فروحت النفس الدكتور فما كانش فاضي وكنت دخلة فيلم فأنت عارفة مناخير بتحتاجي شهر بعدها بريك كده فروحت له فلما هو ما كانش فاضي رحت الدكتور تاني قلت بقى حاجة تفها يعني ومفروض عنده شهادات تخرج كبيرة من بريس وكده فروحت له فدمر المداخير دمرها يعني وخليها ما شاء الله يعني فسفرت فرنسا عملتها هناك وبعدين كان الدكتور عايز شوفني بعد شهرين بس كانت أنا ظروفي المادية وقلت أسمح أن أنا أرجع تاني فروحت هنا الدكتور كلمت الملحق الطبي في فرنسا قلت له من في مصر ترشح وكده فقالي أنا مش عارف أنت جيت فرنسا لي أساسا أنت عمليها ده فيه الدكتور فلاني الفلاني ده عالمي والناس كلها بتروح له حتى من أوروبا بيستفر يعمل عملياته وبينزلوله فجبت تليفونه وكلمته وكده وروحت كملت اللي هو كان الدكتور بتاع فرنسا عايز يكمله من كتر الدمج ما كانش يقدر يعمل كله مرة واحدة لازم على فطرة على مرحلتين فعملتها وخلاص لكن هي ما كانتش فيه حاجة أن أنا عايز أحسن لا موسيقى